موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سنتحدث فيها بإذن الله تعالى عن الفريق أول علي بن علي الذي تجري الاستعدادات لإحالته على التقاعد علي بن علي الناس يعرفوه هو جنرال يحمل أعلى رتبة في الجيش الوطني الشعبي فريق أول ويعتبر هو آخر قائد عسكري مسؤول سامي في وزارة الدفاع كان مجاهدا في جيش التحرير علي بن علي كان قائد الحرص الجمهوري لمع نجمه في فطرة الأخيرة من أيامات القايد صالح ودار اسمه كثير حول الدور الذي لعبه عندما دارت به جماعة وكانت حابة تحطه في بلاسة القايد صالح هو لكن علي بن علي قام بتبليغ القايد صالح بما حدث والكل يعرف القصة لاحقا علي بن علي هو شقيق العقيد لطفي زعيم وشهيد الثورة والمعروف لدى الجميع علي بن علي منذ فطرة اختفى عن الأنظار هذا فطرة لم يظهر حتى لما جاء الرئيس المالي كان الحرص الجمهوري ضابط آخر لم يظهر أصلا حتى في عودة تبون من ألمانيا ظهر علي بن علي لما عاد تبون من اجتماع برلين لعقد حول الأزمة الليبي منذ ذلك الحين لم يظهر في أمور رسمية المعلومات التي توفرت لدينا تقول أن علي بن علي لم تبقى إلا قليل جدا ويتم إحالته رسميا على التقاعد حيث أن هذا الأمر جاء من تحت رأس خالد نزار خالد نزار هو الذي يقف وراء هذا الأمر علي بن علي في العقد الثامن من عمره كبير في السن حقيقة ولكن الآن يجري عملية إحالته على التقاعد مما اعتبرته الكثير من الأطراف وحتى في الدوائر المغلقة من الجيش الوطني الشعبي تتحدث هذه الدوائر على أنه علي بن علي يدفع ثمن ولاءه للقاعد صالح ونحن نعرف بأنه شنغريحة منذ جاء وهو يقوم بتصفية رجال القاعد صالح الدائرة الضيقة من القاعد صالح لم يبقى منها إلا قليل اللي مات مات واللي أحيل على التقاعد أحيله واللي مجرد من مهام مجرد حتى الجنرال غريس الذي أحيل على التقاعد كان محسوبين لحد ما على الفريق الراحل أحمد قايد صالح علي بن علي منذ مدة لا يحضر الاجتماعات ولا أي شيء يكاد يكون أغلب الأوقات في بيته جالس في بيته لا يمارس مهامه لا يجتمع مع القيادات لا يلتقي لم يحضر حتى اللقاءات اللي تجمع شنجريحة مع خالد نزار والشنجريحة وتوفيق لم يحضر هذه الاجتماعات كل المعطيات والمعلومات تؤكد على أنه شبه متقاعد بطريقة غير رسمية ولكن الآن تجري الترتيبات لأحالته على التقاعد وهو المتوقع من قبل بل أنه هناك من توقع أكثر من ذلك بل أنه ربما يجري الانتقام منه ولكن ثقة للرجل وارتباته بالعقيد لطفي ومسيرته في مؤسسة الجيش الوطني الشعبي لا تجعل هؤلاء ممكن يتجرأون عليه لذلك يجري الاستغناء على خدماته وعادته إلى بيديه هذا أمر مهم الأمر الآخر وهو الأخطر جدا أن علي بن علي عبر في عدة جلسات عن عدم رضاها عن التسير القائم من طرف القيادات الجديدة في المؤسسة العسكرية أمر آخر أنه عبر عن دعمه لمطالب الحراك الشعبي وفق الرؤية التي كانت من قبل بل أنه مؤيد للحراك الشعبي وإلى مطالبه التي تقضي بالتغيير ومحاسبة الفاسدين ورحيل العصابة ورحيل كل من يوالي هذه العصابة ومن خدمها بالأمس أو يخدمها اليوم إذن الواضح أن المؤسسة العسكرية تسير في هذه المرحلة في إطار تفكيك داخلي لو كان جدت القضية بتخييرات هي مشروعة أن جنرال في العقد الثامن من عمره يذهب إلى بيته ويتقعد أمر طبيعي وكنا نتمنى أن يحدث تشبيب المؤسسة العسكرية لكن أن الأمر مع بن علي بن علي لا يتعلق بقضية تشبيب المؤسسة ولا أي شيء آخر بل أنه لاحظنا أنه يوجد جنرال آخر أكثر من ثمانين سنة تم تعينه على رأس قيادة البحرية بالنيابة لكن الشيء الذي يجري أن خالد النزار وتوفيق اللي عندهم المعطيات كلها عن الأشخاص وعن المسؤولين في المؤسسة العسكرية يقودون برفقة شنغريحة عملية تطهير تطهير من بقايا القيد صالح معناها أن الناس اللي كانوا من حول القيد صالح والناس اللي كانوا يختموا مع القيد صالح والناس المقربين منهم كل شنغريحة ومعاه المستشارين تاعوا وفي مقدمتهم توفيق يعملون على تفكيك هذا الأمر بل أبعد من ذلك والغريب أن شنغريحة أصلا كان من المقربين من القيد صالح وكان المعطيات التي لدينا تتحدث من أن شنغريحة كان من الذين يشجعون القيد صالح ويحاولون دفعه إلى اتخاذ إجراءات أمنية ضد الحراكة الشعبة ضد المظاهرات التي ترفع أسماء الجنرالات والتي تطالب برحيل الجنرالات بل أنه كان دائما يحرض على طريق استعصالي على الطريقة النزارية التوفيقية وهذه رؤية شنغريحة الناس اللي عارفينه وخدموا معاه يدركون تماما هذه الرؤية التي يمتلكها هذا الرجل نحن لسنا بصدد طعم فيه أو تزكيته بل نتحدث على أمر حقيقي يتعلق بهذا المسؤول الذي صار هو الرجل القوي في الدولة الجزائرية بعد رحيل الجايد صلى الله عليه وسلم يحمل رتبة أقوى وأكبر تتمثل في رتبة فريق أول التي يحملها علي بن علي يعني أكثر منه رتبة أكثر منه أقدمية مجاهد في جيش التحرير وهو التي لا يملكها شنغريحة وناس اللي يعرفوا شنغريحة قرب يدركون تماما ويقولوا دائما على أنه شنغريحة عنده عقدة من هذه النقطة خاصة أنه هو في العقد السابع يعني كان شاب في فطرة الثورة التحريرية ولكنه لم يلتحق بجيش التحرير ونحن نعرف بأنه فيها جنرالات التحقوا بجيش التحرير وهما أطفال يعني في 12 سنة 13 سنة التحقوا بجيش التحرير الوطني بان أثورة التحرير الكبر إذن هناك تغييرات تجري على قدم وساق شاهدنا تغيير مدير الأمن أمن الوطني شاهدنا تغيير تنصيب واحد بالنيابة في الأمين العام لوزارة الدفاع بالنيابة خلفا للجنرال غريس أيضا تعيين مستشار لأمني للأمن القومي واحد كان محافظ سياسي يمسك واحد السنة عينوه في الأمن القومي وهكذا هناك سلسلة من التغييرات التي يراد منها تثبيت أركان النافذين أو السلطة القائمة الآن على كل الإدارات وعلى كل الأجهزة لأن هناك تخوفات من المرحلة القادمة وأعتقد بأن علي بن علي يحسب على المرحلة التي مضت ولذلك هم يريدون إبعاده عن المشهد مما قد يسبب لهم بعض المتاعب مستقبلا في حالة صمم النظام على رفع من وتيرة مواجهة الشارع الجزائري أو استعمال الخيارات الأمنية وهو الأرجح ضد الحركيين وضد الحراك الشعبي الذي نرى فيه ما يريد أن يتوسع ويكبر ضد هذا النظام وهؤلاء الحكام الذين وقفوا عاجزين لم يعد لديهم ما يمكن تقتيبه للشارع الجزائري الوعود ما كانتش معادش الناس تسمعها السلطة وعدت والناس صدقتها إلى حد ما ولكن الآن ما عادت لديها مستقية أبدا لم يبقى أمام هذه العصبة الحاكمة الآن إلا استعمال الخيارات الأمنية ضد الحراك وبأسليب يتقنها جيدا الجنرال توفيق ويتقنها جيدا خالد نزار ويتقنها حتى الفريق السعيد شنغريا إذن أخواني الكرام علي بن علي لم يبقى إلا القليل وزمن قصير جدا وسيتم الإعلان الرسمي عن إحالته على التقاعد هذا الرجل الذي عبر مرارا وتكرارا على إنحيازه إلى الشارع الجزائري إلى طالب الجزائريين دائما يعبر عن رفضه لأي وصاية فرنسية بصفته شقيق زعيم تاريخي وأيضا هو مجاهد في جيش التحرير وأيضا أن نتأييد إلى مسار سابق وهو مسار القاعدة الصالح كل ذلك أثقل كاهله وخاصة تلك ذلك الأمر الذي أدى إلى اعتقال توفيق واعتقال ترطاق وغير وغير هذا لن يغفر له فيه أبدا هم قدروش ينتقم منه لكن بأيديهم أنهم يعيدونه إلى بيته ويختفي نهائيا من مشهد السلطة في الجزائر نكتفي بهذا القدر ألقاكم بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة